أثناء عملية التثبيت رح ارتكب خطأ متعمد بس ما رح اذكر شو هو الخطأ هلأ ولا وقت اللي رح ارتكبه ورح نشوف بعد ما نخلص من التثبيت انه النظام ما رح يشتغل وكيف رح نحل الخطأ بالنسبة لتحميل ملف الآيزو والاتصال بالواي فاي هاي الأمور حكيناها بالفيديو الأول فما رح ارجع عيدها ورح نروح مباشرة للبيئة الحية مع المستخدم void مع المستخدم root وكلمة السر void linux كلها أحرف lowercase وما في أي سبيسات بينها طيب متل ما حكيت رح ندخل مع المستخدم root وكلمة السر void linux خليني بالبداية كمان انتقل لباش هلأ رح كبر الخط بس عطوني شوية لحظات بينما نثبت الحزمة الضرورية للخط فرح نقل له xpps-install-su لحتى بالبداية نثبت ال xpps اللي موجودة على الفلاشة طيب خليني أول شي سبت الخط اللي بديها فرح نقل له xpps-install والخط الخاص بالترمينال رح يكون اسمه terminus-font طيب هلأ لحتى كبر الخط رح نقل له set font ورح يكون اسم الخط اللي بدي استخدمه ter-132b طبعا هذا الخط بس لحتى يكون الكلام والشرح واضح على الشاشة انت ما لك منطر انك تعمل هاي الخطوة هلأ أول شي بدي سبت حزمتين رح نقل له xpps هدول الحزم عمالي سبتهم على الفلاشة رح نسبت حزمة xmirror طبعا لحتى يقدر اني غير السيرفر ورح سبت حزمة xtools لحتى يكون قادر اني اعمل شروط للنظام الجديد طيب بعد ما سبتت هاي الحزم هلأ ما رح غير السيرفر لأنه رح نجيله بعدين وبالأساس ما كان في داعي اني سبت xmirror بس xtools ضرورية جدا خلينا أول شي نحنا ما رح نكتب void-installer لأنه عمالنا نعمل installation بشكل يدوي فرح نقل له أول شي لحتى شوف شو هي القراص اللي موجودة عندي أنا شايف أنه الهارد اللي بدي استخدمه اللي هو الVDA واحد فرح قل له أول شي بدي أعمل الpartitions باعتبار أنه أنا موجود على UEFI فرح أعمل 2 partitions مثل العادة مثل ما شفنا بتثبيتات Arch اللي عملناها رح يكون في عندي partition لحط عليه البوت فايلز ال-EFI والpartition الثاني اللي رح يكون في عليه النظام وبهذا الفيديو رح استخدم ال-F-disc فرح نقل له F-disc و-L-D-V-D-A أول شي لحتى أعمله GPT رح نضغط على حرف G ونقل له Enter فعمل لي GPT disk label هلا مثل ما حكيت بدي أعمل ال-partition الأول فرح نقل له N هو أخذ رقمه واحد رح نقل له OK بالنسبة لل-first sector ما رح نغيره default OK رح نعمله بحجم 300 ميغا ورح نقل له T لحتى نغير type نعمله EFI فرح نضغط T ولحتى نشوف شو هي كل ال-options المتاحة عندي رح نقل له capital L هلا مثل ما اللي شايف أنه عندي ال-1 اللي هو EFI فرح نضغط Q ورح قل له 1 هلا رح أعمل ال-partition الثاني اللي هو النظام فرح نقل له N مرة تانية بالنسبة للرقم هو أخذه 2 أوكي رح خلي كل الأمور default ما رح غير أي شي فرح نقل له ال-first sector رح ياخد default وال-last sector كمان رح ياخد ال-default كمان لازم أني أعمله type بس هالمرة رح يكون أول شي عماله يسألني بعد ما ضغطت على حرف T شو هو ال-partition اللي بدي أخده هو أخذ ك-default رقم 2 بس لحتى أكون متأكد 100% رح أضغط 2 وكمان لحتى شوف شو هي ال-options أو ال-types اللي موجودة عندي ضغطت capital L وهون شايف أنه ال-linux file system اللي هو رقمه 20 فرح نضغط Q وبعدين رح أضغط 20 خلينا نمسح الشاشة وقبل ما نحفظ التغييرات إذا ضغطت P رح شوف أنه رح يعمل لي two partitions واحد منهم رح شوف أنه رح يعمل لي ال-partition LVDA1 ورح يعمل لي LVDA2 طيب هلأ صرت متأكد فرح نضغط W بهذه الطريقة رح يكون حفظ كل التغييرات وهلأ لو رجعت وقلت له LSBLK رح شوف أنه صار في عندي LVDA1 و LVDA2 لازم أني أعمل الفايل system الخاص بكل واحد فيهم بالنسبة لل LVDA1 رح يكون فات وبالنسبة لل LVDA2 رح يكون LVTRFS فخلينا نقل له MKFS.VF-F32 وبعدها رح نقل له space slash def slash VDA1 بالنسبة لل VDA2 رح نقل له MKFS.BTRFS رح نقل له dash F هاي الخطوة إذا كان الهارد جديد ما لها ضرورية بس رح نعملها لحتى إذا كان في عندي كان الهارد ما له جديد وكان في عندي file system قديم يقدر أنه يكتب فوقه وما يعطيني أي errors كمان إذا قلت له الفلاق الثاني dash capital L كمان هاد اختياري ما له ضروري لحتى أعطي label label partition أنا رح سميه void بس مثل ما حكيت هاي الخطوة ممكن أنك ما تعملها بالنسبة للفلاق وبعدين رح نقل له slash def slash VDA ولكن 2 وليس 1 طيب هلأ صار في عندي file systems موجودة هلأ صار لازم أني أعمل عملية mount أو أعمل عملية mount لكل واحد من partitions على النقاط الخاصة فيها ولكن بالبداية رح نبتدي مع VDA2 لحتى نقوم بإنشاء الماونت بوينت الخاصة بالVDA1 ونقوم بإنشاء sub volumes وبعدين بنرجع بنعمل unmount للVDA2 ونعمل عملية mount مرة تانية مع options الجديدة طيب مثل ما حكيت باعتبار أنه عمالي أعمله مع better fs فلازم أنه يكون في عندي شوية options قبل ما أعمل عملية mount لحتى أعرف هاي options رح أعمل كvariable الجديد هاد رح يكون بس خاص بهاي الـ session اللي أنا موجود فيه الـ variable رح يكون اسمه btrfs طبعاً أنت ممكن أنك تحط الاسم اللي بدك يا أو bts اللي هي options بعدين رح قل له ضمن قوسين أو ضمن quotation marks شو اللي بدي أحط له يا كل هاي options اللي رح حطها رح تكون وظيفتها أنه تحسن من أداء الفايل سيستيم لحتى يكون responsive أو مستجيب أكتر هلا أول شي لازم يكون read right وبعدين no a time بعدين رح قل له إذا كان الـ hard اللي عندك هو ssd فيفضل جداً أنك تحط له ssd في حال ما تعرف عليها بشكل أوتوماتيكي بعدين شو هو الـ compression method اللي بدي ياها ياخدها أنا رح استعمل الـ zstd في عندي أكتر من واحد ممكن أني اختار من هون بس أنا دائماً باستخدم الـ zstd وآخر شي رح نقل له الـ space cache كمان كل هاي الأمور ممكن أنك تقرأ عنها بالمانول أو بالويكي الخاص بالـ better fs بالنسبة للـ space cache إذا خليتها على حالها ما عماله يشتغل معي دائماً عمالي حطها اللي هي الـ version 2 ليش صراحةً ما لقيت أي حل له هاي المشكلة طيب بعد ما حطيت هاي الـ options هلا بدي أعمل عملية الماونت فرح نقل له mount وبعدين space-o رح نقل له dollar sign btrfs لحتى ياخد كل الكلمات اللي حطيتها بالبداية وما أرشع أكتبها وشو بدي أعمل؟ بدي أعمل عملية الماونت الـ VDA2 أو الـ VDA2 لوين بدي أحطها؟ بدي أحطها على الـ MNT طيب هلا بعد ما عملت عملية الماونت صار لازم أني أنشئ الـ sub-volumes أنا رح أنشئ ثلاثة sub-volumes الأول اللي هو الـ at اللي رح حط عليه الـ root وبعدين رح أنشئ الـ at home للمستخدم أو لملفات المستخدم ورح يكون في عندي الـ at snapshots لحتى أعمل عليها الـ snapshots الخاصة بالـ betterfs فرح نقل له btrfs space sub-volume أو ممكن أنك تقل له بس sub-vol لحتى تختصرها وبعدين create أو cr لحتى تختصرها وشو بدي أعمل؟ slash mnt slash at هاد رح يكون الأول رح أرجع خطوة لفو وبس بعد الـ at رح ضيف كلمة home وبعدين كمال رح أرجع open رح أرجع command لفو واستبدل الhome بالـ snap shots طيب هلا بعد ما عملت الـ sub-volumes لازم أني أعمل unmount للـ mnt وأرجع أعمل له المount مع الـ options الجديدة فرح نقل له you mount slash mnt رح أرجع comments لورا للcommand اللي عملت فيه عملية المount اللي كان هاد الcommand وبعد btrfs رح أقل له نقطة أو فاصلة ورح نقل له sub-vol يساوي at بهاي الطريقة رح يصير عندي vda2 ما عمله عملية المount على sub-volume فرح نقل له أوكي هلا لحتى أعمل عملية المount للنقطة الثانية لازم أني أنشئ ملف مسار الهم لازم أني أنشئ مسار ال-dot snap shots ولازم أني أنشئ المسار الخاص بالboot اللي رح يكون slash boot slash efi فرح نقل له make deer space dash b لحتى يعمل لي parents والchildren إذا كان المسار الأب ما له موجود فبعده رح نقل له space slash رح يكون على mnt ورح نفتح قوس ضمنه رح يكون في عندي أول شيء مثل ما حكيت الهم وبعده رح يكون في عندي dot snap shots وبعده رح يكون في عندي فاصلة slash boot slash efi ورح نسكر القوس هلا صاروا عندي كل الـ directories موجودة لازم أني أعمل عملية المونت فرح نرجع comment لورا للكومنت اللي عملت في عملية المونت باستخدام subvolume أول شيء بعد slash mnt رح قل له slash home ولكن رح استبدل subvolume ب at home ورح أرجع كما مرة ثانية ورح استبدل الhome الأخيرة اللي هي المونت بوينت رح تكون dot snap shots وبالنسبة لل subvolume رح يكون at snap shots ضل في عندي EFI فرح نقل له mount slash div slash vda واحد ورح يكون على mnt boot EFI هلا لو قلت له lsblk رح شوف أنه صار في عندي كل المونت بوينت المونت بوينت موجودة بمكانها الصحيح صار في عندي mnt صار في عندي ال snap shot صار في عندي الhome وصار في عندي ال directory أو ال root directory طيب هلا نحن صرنا جاهزين أنه نبتدي عملية التثبيت الفعلية قبل ما ابتديها رح عرف شو هو ال reposter اللي بدي استخدمه أو server اللي بدي استخدمه اللي رح استخدمه أنا رح يكون خاص فيي وكمان بدنا نعمله على معالج 64 بيت بالنسبة لل server شو في الفيديو القديم أو documentation لتعرف شو هو server اللي بدك تستخدمه فرح نقل له repo كمان هذا رح يكون variable رح استخدمه بهذه الخطوة أنا رح استخدم اللي بدي المهم أنه يكون بنهاية ال repo أو بنهاية الرابط في عندك اللي current هاي ضرورية بغض النظر عن شو هو السيرفر وبعدين مثل ما حكيت بدي أعمله أنه تكون المعمارية اللي هي 64 بتفرح نقل له arch يساوي طبعا مو arch linux اللي هي architecture رح يكون x86 underscore 64 طيب هلأ هيك نحنا جاهزين لنبتدي العملية ضل عندي اني قل له xpbs underscore arch كلها بأحرف capital يساوي رح يقل له dollar sign والarch وبعدين رح يقل له xpbs install اللي هو command تنزيل البرامج رح يقل له أول فلاق رح أعطيها اللي هو dash capital s وبعدين اللي فلاق التاني رح يقل له dash capital r وبعدين space رح يقل له ضمن قوسين أو ضمن قوتation dollar sign repo وبعدين رح يقل له dash r وبعدين رح نقل له وين بدي أعمل عملية الinstallation بدي أعملها طبعا على الماونت على slash mnt شو هي الحزم اللي بدي نزلها الحزم الأولى اللي هي base dash system وباعتبار انه نحنا عم نعمل better fs فرح نزل btrfs dash brox رح ننزل text editor رح ننزل الفيم رح ننزل اللي grab طبعا رح يكون اسم الحزمة خاص بمعمارية 64 bit فرح يكون grab dash x86 underscore 64 وكمان رح يكون efi فهو dash efi شوفي عندي أشياء تانية بدي نزلها لحتى سهل أمور حياتي رح نزل bash dash completion ورح نزل x mirror كل هاي الحزم ممكن اني نزلها بعدين بس أنا عمال يحاول انه يكون الكلام جاهز طبعا الواي فاي رح نرجع نثبتها بعدين الانترنت رح نفعله بعدين هاي الحزم المبدئية اللي بدي إياها رح نقل له اوكي اول شي عمال يقل لي انه هاد السيرفر بده يصادق عليه فرح نقل له yes وبعدين رح نبتدي عملية التنزيل ومننتهي ليخلص ينزل الملفات ويثبتها طيب هلا بعد ما خلصت عملية تثبيت base system قبل ما أعمل التشروط لازم اني انسخهم من الفلاشة للتشروط الملف الأول اللي هو resolve.de لحتى يكون في عندي configuration الانترنت شغالة والتاني اللي هو fstab أو اللي هي الconfiguration الخاصة بالheart اللي عملتها فبالنسبة للملف الأول رح نقل له cp slash etc slash resolve dot conf هاد لو بدي انسخه بدي انسخه ل slash mnt slash etc وراح يكون بنفس الاسم بالنسبة لل fstab على arch منتذكر كان في عندنا أداة اسمها gen fstab هون مالها موجودة في عندي ملف رح انسخه اسمه cp slash proc slash mount هاد لو رح انسخه رح انسخه لل slash mnt slash etc واسمه رح سمي fstab هلا خلصنا من هاي الامور فرح نقل له x truth رح نقل له slash mnt وبيدي استخدم الباش كصدفة الي فرح قل له slash bin slash bash هلا هلا انا انا صار ضمن mnt ضمن النظام الفعلي الخطوات اللي ضلت عندي هي خطوات بسيطة مثل اعداد اللغة اعداد المنطقة الزمنية ضبط الساعة ومن هالأمور اول شي لحتى نضبط الساعة لحتى يكون في عندي مزامنة المنطقة الزمنية رح يلزمني امر اسمه ntpd هاد بدونه يعني ما اشتغل معي الساعة كانت على طول عم تطلع مختلفة المنطقة الزمنية فخليني ثبت هاي الحزمة اللي اسمها xpps install s capital s لحتى يعمل عملية مزامنة مع السيرفرات او مع الريبوز ورح يكون اسم الحزمة open ntpd هلا حزمة تانية غير هاي مبدئيا ما بدي بعد من عيد تشغيل اسم الhost name او اسم الكميوتر فرح نقل له vim slash etc slash host name هلا بتحط الاسم اللي بدك انا بس رح شيل dash live ما بدي اياها رح نخلي بس void بعدها لازم اني اضبط المنطقة الزمنية فرح نقل له ln dash s slash usr slash share slash zone info slash وبتحط المنطقة الزمنية الخاصة فيك فانا رح حط منطق الزمنية بعدين بالقسم الثاني بعد ما تخلصها رح يكون في عندي slash etc slash local time لحتى نعمل عملية مزامنة الساعة تكون utc فرح نقل له hw clock space dash dash c to hc هلا هون رح نستخدم الحزمة اللي سبتناها الكومنت اللي كان ntpd لحتى يعمل عملية مزامنة مع utc هلا شو اللي ضل عندي ضل عندي اني افتح ملف رح نقل له theme space slash etc rc dot conf هلا بالنسبة للهوست نحن حطيناه بالخطوة اللي قبلها فما رح شيل الكومنت عنه رح خليك كومنت وبالنسبة للهارد وير كلك انا بدي يا استخدم utc مع اني عملتها بالخطوة اللي قبلها بس اني حطه كمان هون هاد الكلام ما له غلط بالنسبة ل time zone بنفس الوقت عماله يقلك انه المفضل انك تعملها بالن الخطوة اللي عملناها من شوي فكمان ما رح شيل الكومنت بس رح غير لغة الكيبورد او اللي اوت الخاصة بالكيبورد لللي انا بدي اياها ورح احفظ هاد الملف واطلع منه هلا لازم اني اضبط لغة النظام فرح نقل c dash locals هلا رح دور على لغة النظام اللي بدي استخدمها وشيل الكومنت عنها فانا رح استخدم اللغة الامريكية اذا كنت بدك تضيف اللغة العربية كمان ممكن انك تضيفها فخلينا نضيف اللغة العربية الخاصة بسوريا فرح ضيف هاي اللغة واذا بدك تضيف الخاصة ببلدك كمان موجودين كل اللغات كمان رح احفظ هات الملف هلا لازم اني ولد اللوكلز فرح نقل xpbs dash reconfigure dash f وبعدين رح نقل lg lib c dash locals هلا رح يقوم بتوليد اللغات اللي انا ضبطتها هلا شو اللي ضل عندي اني اعمله اول شي لازم اني اعمل احط كلمة سر للروض انشئ المستخدم ضيف المستخدم لمجموعة الويل وبعدين فعل الانترنت ونعمل اعادة التشغيل فرح نقل pass wd اه طبعا ننسينا انه نثبت اللغ bootloader فاول شي رح نقل pass wd هات بالنسبة للروض وبعدين رح ضيف المستخدم اللي بدي فرح نقل user add lower case g رح يكون موجود ضمن مجموعة ال users بعدين dash capital case g او upper case g رح رح نضيف ال wheel بعدين space dash m واسم المستخدم ال dash m لحتى يعمل ديركتوري خاص بهذا المستخدم ضمن ال home رح يكون عندي l slash home slash user فرح نقل اوكي رح ضيف كلمة رح حط كلمة سر لهات المستخدم فرح نقل pass w d بعدين space واسم المستخدم بعدين حتى ضيف المستخدم لصلاحيات sudo فرح نقل باحرف capital editor يساوي شو هو المستخدم editor اللي بدأ استخدم معنا رح استخدم v ورح نقل vi sudo رح نجي لنهاية الملف رح نجي للسطر اللي هو wheel all 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 بدون ال password وانما هو السطر الاول رح احزف ال hash ورح احزف ال space رح خلي النسبة المئوية ورح نحفظ الملف ونطلع منه ضل عندي اني ثبت اللي grab فرح نقل grab install space dash target لا ننسى انه نعمل 86 فرح يكون 64 مع EFI فرح يكون x86 underscore 64 dash EFI بعدين رح نقل space dash dash EFI dash directory وين حطيته انا كان عندي على boot EFI بعدين رح نقل space dash boot loader loader ID بتحط الاسم اللي بدك انا رح سمي void linux طيب هلا طالما انه قال لي انه no errors ضل عندي اني اعمل الconfiguration الخاصة باللي grub فرح نقل grub dash mk config space dash o space slash boot slash grub slash grub dot dot cfg طيب هلا اللي ضل عندي بس اني فعل الانترنت هلا اذا كنت مثبت ال wpa supplicant فكمان رح رح تثبتها انا بس عندي dhcp وما ثبتت network manager فبعتبار انه انا لسه ما اقلعت بالنظام انا لسه ضمن البيئة الحية فعرنت رح يكون الامريكا التالي رح يكون ln dash s slash etc slash sv وهي ldhcp هذا الكلام ما فيه اي اختلاف ولكن بالطرف التاني رح يكون عندي اذا كنت انا ضمن النظام بشكل فعلي رح يكون في عندي var service هلا انا هون رح استبدلها ورح نقل له slash etc slash run slash run sv وعدين slash default هلا بهذا الشكل رح تعملها نفسها لل wpa sublicant ومن كون جاهزين خلينا نطلع من التشروط رح نقل له exit وبعدين رح نقل ريبوت انا هيك بكون رشعت لا لا الفلاشة او البيئة الحية رح نقل ريبوت طيب ما بعرف اذا حدا فيكم انتبه شو هو الخطأ اللي عملنا لحد الان ولا لا بس انا متل ما اللي شايف انه ما بدأ اي مباين انه النظام اقلع ولكن هل هي ترى اقلع خلينا نروح مع void linux ونشوف ما بعرف اذا ملاحظين انه ما طلع عندي option يسمح لي اني دخل اسم المستخدم بس خلينا لو قرينا بالerror اللي طلع عندي رح شوف انه ال اغطاء تانية بس بشكل اساسي اللي عملنا انه وقت اللي نسخنا ملف الف استاب اعملنا بشكل غلط انا عملته بشكل متعمد اني ما عدلت هات الملف لحتى نشوف كيف رح نعدله اذا واجهتك هيك مشاكل فخلينا اول شي نعمل اعادة تشغيل ونرجع نقلع من الفلاشة مرة تانية نثبت XS ورح نثبت XTools فرح اعمل هاي الخطوات طيب هلا لحتى نعمل Ledge Root لازم اني ارجع وامل عملية الماونت لل Root ول EFI بس باتبار انه انا في عندي Better FS فلازم اني اعمل عملية الماونت مع Option Sub Volume ال Options التانية ما بتهمني بس اذا عملتها بدون Sub LSBLK رح شوف انه لسه VDA واحد والVDA اثنين موجودين فرح اعمل عملية الماونت بس اول شي رح قل له بعد ال Space Dash O ورح قل له Sub Vol يساوي At يساوي At ورح قل له Div VDA 2 رح اعمل له عملية الماونت على L Slash M T وبعد رح نقل له Mount هلا ما في عندي اي options رح يكون slash div slash VDA واحد رح يكون على slash M T slash boot slash E F I لو قلت له LSBLK رح شوف هات الكلام على ارض الواقع بعدها رح نستخدم X شروط اللي سبتناها مع X Tools لحتى متل ما عملنا بالبداية فرح قل له X شروط على M T وكمان رح استخدم الباش طيب هلا الشيء الوحيد اللي بدي اعمله انه لسه ال editor موجود عندي لانه موجود على النظام فرح افتح مع الفيم اللي هو كان slash etc slash fstab لو القيت نظرة على هاد الملف هلا الاخطاء الاساسية اللي موجودة بهاد الملف ما هي حجم المعلومات اللي موجود فيها هاد القسم ممكن اني اضغاض عنه بس الخطأ الاساسي اللي موجود عندي لو شفت بالنسبة لل vda واحد او لل mount او لل النظام فهو عملية الماونت محطوطة على slash mnt الالم عماله يتحرك معي اكتر لا اليسار بس موجود عندي على slash mnt هاد الكلام غلط لازم يكون موجود عندي على slash الهم لازم يكون موجود على slash home وليس slash mnt slash home ال snapchat نفس الوضع بس رح يكون على slash snapchat بالنسبة ل EFI كمان رح يكون على slash boot نفس الكلام هلا انا بدي احذف هاد القسم اللي هو ال sub vol هلا ليس بنا ضروري ال id اني احذف بس ما في داعي انه يكون في عندي ال اتنين اللي هن sub vol id و sub vol بالنسبة لل sub vol بحد ذاته رح يكون عندي يساوي مو slash at رح يكون عندي يساوي at فخلينا نعمل هاي التغييرات وبنفس الوقت بنفس الوقت اللي بدي يغير كمان انه كل الماونت بوينت بدي يغير ها من انه ياخد slash div slash vda لياخد uuid اللي رح يكون ثابت ما بتغير ابدا وبالنسبة للقسم الاول من هاد الملف كله فيني احذفه لغاية ما اوصل ل slash div فلو قلت له اول شي خلينا نحط ارقام الاسطر فرح شوف اني رح احذف 27 سطر ضل في عندي div 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 فخلينا اول شي نصحح الاخطاء اللي موجودة عندي فرح احذف slash mnt بس رح خليها slash فحذفت ثلاث فراغات رح اجي هلا هون احذف ورح احذف هلا خلينا كمان نجي لنهاية الملف ونحذف slash كمان رح احذف slash ورح احذف slash كمان رح احذف sub vol id كمان رح احذف ها من السطر اللي فوقه ورح احذف ها من السطر اللي فوقه طيب هلا مثل ما حكيت بدي استخدم uuid بدل slash def slash vda لحتى شوف شو هي uuid اللي خاصة بكل واحد من هاي partitions وانا وموجود ضمن الفيم هاي trik للناس اللي بتحب انها تستخدم الفيم فخليني بالبداية ضيف شوية اسطر ورح نقل نقطين r بعدين exclamation mark ورح نقل bl kid اللي هو option اللي بدي استخدم بالعادة لشوف شو هي uuid بس اذا استخدمت النقطين r هاي رح يجيب output من هاي الكومنت ويحط لي مباشرة ضمن الفيم فمتن ما شايف طلعت عندي uuid اللي بدي ياها فرح اشي ل dvda 2 ورح انسخ القسم اللي هو uuid ل نهايته رح اعمله عملية نسخ وهذا بدي حطه بالسطر الاول وبدي حطه بالسطر التاني وبدي حطه بالسطر لسطر بالسطر بالسطر اللي بالسطر اللي ضل عندي بالنهاية صار فيني اني احذف فرح احذف هاد الكلام خلينا انصحح الاخطاء اللي موجودة فلازم اني احذف ال فهاد الكلام رح احذف من هون والكوتيشن ما لها داعي كمان رح نحذف ها رح نجي للسطر اللي قبله ونعمل نفس الكلام ونجي للسطر الاول وكمان نفس الكلام والسطر اللي قبله السطر الاخير كمان رح نحذف الاقسام اللي ما بدي اياها هلا بهاد الشكل يفترض انه نظامي يشتغل بشكل صح فخلينا نحفظ هاد الملف خلينا نطلع من التشروت فرح نقل ورح نعمل ريبوت طيب هاي بعد ما عملت ريبوت خلينا نشوف من الاجراب اذا كان رح يقلع ولا لا طيب مثل ما انا شايف انه باسفل الشاشة صار في عندي الفويد لو حاولت اني ادخل بي المستخدم اللي انشأته مع كلمة السر اللي خاصة فيه رح شوف اني صرت ضمن هاد المستخدم لو قلت له بي داب دي دي لحتى نتأكد رح شوف اني بالهم ديركتوري الخاص بالمستخدم هشام وبهذا الشكل بيكون نظامي اشتغل فأنا اللي كان بالديار من الخطأ اللي عملته مو هو انه خطأ الاف بحد ذاته وانما وقت اللي تواجهك خطأ ونظامك ما يقلع كيف ممكن انك تعمل التشروط وتسترجع النظام اذا كان في عندك الTIME SHIFT او اذا كان في عندك سنابشوت موجودة يعني الفكرة الاساسية كانت انه نوصل للبيئة الحية او لملف الائيسو ونعمل التشروط وليس خطأ الاف استاب بحد ذاته هلأ خطوات ما بعد التثبيت البيس طبعا ممكن انك ترجع للفيديو هين الاول والتاني اذا كان بدك تروح مع ديستوب انفيرومنت او اذا رح تستنى لحتى تشوف شو هو الويندو مانيجر اللي رح نسبته بالفيديو الجاية فاكيد رح يكون الفيديو الجاية عن ويندو مانيجر وبأمان الله